قال ما تخافيش جيت حيث بغيت نعرف علش درتي لي هكا قمر أنا مستعد نعطيك الدنيا كلها قلت نور الدين عفاك سيف حالك عفاك قال ما غنمشي حتى تديري معايا حد واش ما كان عجبكش ولا في حياتك واحد أخر عبده ياك هو قلت ليه أنا كان بغي واحد أخر ولكن ماشي عبده نور الدين عفاك بغيتك تتقبل هاد الموضوع أنا ماشي ليك وعمري ما غدا نكون ليك قال قولي ليه شكون هذا قلت ليه خوك وهو يقول واش كتضحكي علي واش شايفاني در صغير أقدريني شان قلت ليه انت به هاد التصرفات واللي تدر صغير صير في حالك ولي غنغوض ونجمع ليك الدار وهو يقول شنو اللي فيه حسن مني لا بس عليه أنا مستاعد نكتب ليك شاركتي كلها باسميتك قلت بالعكس هو مغاني مواله ولكن القلب هو مبغى عفاك قدر الموضوع ونساني أنا متأكدة باللي غادي تلقى ألف وحدة تتمنى من غيري واللي تبغيك وتعيش حياتها ليك وبالمواصفات اللي بغيتي وهو يقول أنا غادي نمشي ولكن ما زال ما كملنا هضرتنا وغنعرف كيفاش نقنعك طلق مني ومشا الله يا ربي هيد الدار عندنا واش ميتين وليشنو ما يسمعوا واش دخل شفار ولا شي حد أخر خاص نانسي كيريزي بيتي الصباح مشيت باش نطلقى إياد بقينا النهار كامل مع بعضنا وكل مرة كيقتار حعليا نقولوا المالين الدار على زواجنا أنا كنرفض هيد الموضوع ما كيعرف به إلا العم عبد الحميد وحتى هو كيأكد علينا نواجهه ماشي نتهربه ومشينا أنا وإياد الحديقة العامة نشموش بياد لهوا وكيما العادة مش بكين إيدينا وفرحاني وإياد كيدحك علي وكيقول لي يا مراتين عزيزة وفجأة جمدت في بلاستي شفت قدامي واحد الإنسان اللي يجعلني نخاف في هذه كالساعة ويجمد لي يا المفر ركابي شفت قدامي نور الدين كانوا واقف كيشوف فيا بواحد النظرة اللي فيها صدمة ودهشة كنت خايفة يجي الدابز مع أخوه ولكن إلا إحنا راسوم شف حاله عرفت راسي تفضحت مع أن إياد ما شافش نور الدين ولكن خفت لا توقعش حاجة اللي تفرقني مع إياد ما نضمنش شفت في إياد وقلت ليه زيد نمشيوا لدارنا ونقولوا ليهم على زواجنا بقى مستغرب من داك القرار المفاجئ ديالي وقال لي يا وخا مشينا للدار وانا ساكتة طول الطريق وخايفة نظرت نور الدين لينا خوفاتني داك الغموض اللي فيها خوفني بزاف ورعبني مشيت لدارنا غا شافني بابا وهو يقول علاش جاي قمر اهدرنا في هاد الموضوع علاش ما زال راكي معاه قلت له بابا أنا كان بغي إياد وما غنتفارقش معاه وهو يقول شنو كتعني هاد الهضرة قلت بابا أنا وإياد تزوجنا بابا تصدم وبقى ساكت وهو يقول من اللي اختارتيه علاش جاية قلت له بابا قال لي سيري معاه وما نبغيش نشوفك أنت وياه مرة أخرى قلت لي بابا عافك سمعني نمشى وخلاني كنبكي وماما مصدوه واحدة واحد منهم ما بغي يسمعني نطقات ماما وقالت ما بقى ليك مكان معنا قمر جمعي حوايجك وسيري مع اللي اختارتيه وتحملي العواقب زادت كملات عليا ماما بديك الهضرة واياد كي يهدم فيها ما لقيت حتى واحد قدامي ما بغاوش يسمعون مشيت جمعت حوايجي من البيت ونزلت عند اياد اللي كان كيتسنى فيها خسرت عائلتي على قبله وهو وقف معايا مشيت معاه وانا دموعي ما بغاوش ينشفه مهما كان عائلتك هي نقطة ضعفك ونقطة مكسارك مشيت مع اياد لدارو وقيت معاه هو كي حاول يفوجع لي وانا قلبي شاعل فيه النار من جهة عائلتي ومن جهة اخرى خايفة على اياد لا يدير فيه شي حاجة نور الدين دوزت ديك الليلة في الخوف والغد ليه مشيت الخدمة ولقيت كل شي كي يشوفوا فيها وعبدوا ما كاهنش ثولت عليه وقالوا ليه باللي ما جاش والغريب ان كل شي في خبارهم اتزوجت شكون وصل لهم الخبار ما نعرف ابقيت خدامة النهار كامل وفكرت نمشي نشوف نور الدين حيت الخوف عندي يزيد على حدوده ومشيت عنده للشركة ودخلت عنده قلت له نور الدين قال اهلا لبس عليك قلت ليه الحمد لله جيت نهضر معاك على القضية دي البارح قال لي يا اه مقدما مبروك الزواج قلت له وصلاتك لخبار قال اكيد فرحت ليك خصوصا وانك ما تزوجتيش شي حد اللي غريب تزوجتي خويا قلت ليه انت عارف باللي هادك خوك وهو يقول اه خويا وانا نقول له وعليش ما مشيتيش عنده قال هاد شي ما كيهمكش انتي اختاري تيه هو مبروك عليكم قلت نور الدين انت ما غتقاديش خوك ياك وهو يقول اكيد الله وما غنسمح لأي واحد يقاديه قلت فرحتيني شكرا بالزعف واتأكد انك غد تلقى بنت الناس اللي غدت واتيك قال ان شاء الله بسلامة فرحت حي ترتاحيت من جهة ومن جهة اخرى ما زال عندي شوية ديالة تحفظ حي جاتني غريبة يتنازل نور الدين بهذه السهولة ربا ما حبه الخوغ اقوى ما كيهمنيش الاهم دابة هو انت صالح مع عائلتي ودازو شهور وانا كنحاول نتواصل مع بابا ولكن ما قبلش خاب دنو فيي على حسب تعبيره ودازو شهور احملت فيهم وعبدو رجع يخدم ولكن التازم في التعامل ديالو معايا وولا كيتعامل معايا برسميات الصراحة كان كيفو وجع لي وكيريحني منلي كنت كنحاود له اسراري فعلا الصديق ما كانتو كبيرة في حياة الفرد وإياد بعد ما حملت وولا كي عاملني بريقة كتر وما كيخلينيش نتعدل وكان كيتقلق منلي كان فرصي على راسي في الخدمة دازو إياد ولا نور الدين كيجي عندنا وعرفت من إياد أنهم تصالحوه ووياه وكان في كل مرة كيجي فيها عندنا كيخوفني ما عرفتش علاش مع أنه كان مسالم جدا دازو شهور لحمل واحتجاني وجعل ولادة ولت بعد ما خاض عسير بنت كتحمق عمي عبد الحميد وإياد كانوا فرحانين بالزاف بيا ما سيعاهمش فرحة وأنا بقدر ما فرحت ببنتي بقدر ما كان قلبي حزين على فراق والدية حسيت براسي يتيمة ومقطوعة من شجرة في لحظة مهمة بحال هادي حسيت بلي محتاجة عائلتين بكي عليهم فرحة إياد كانت كبيرة وقال لي حبيبة ديالي انتي اليوم قدمت لي أحسن هدية في الدنيا ولدتي تمرت حبنا وحتى أنا غد نعطيك هدية كبيرة عدباتني هاد الهدية ولكن صعيب علي نجيبها ولكن لو ادك انتي ندير المستحيل قلت له شنو هي هاد الهدية حياتي مش افتح الباب ودخل منه بابا وماما مشاعري في دي كل لحظة ما قدرتش نفسرها دخلتوا علي مشاعر لبكا والحانين وآلم عميق كنشوف فيهم حتى هما كيبكي ومشتاقي لبنتهم باللي بالرغم من غضبهم عليها إلا أنها قطعة من روحهم تعانقنا وكان الشوق والدموع سيد الموقف بكينا وفي حدن والدية في الشيط الكمية دي للدموع اللي كانت مخبية هدي عام تقريبا سانة من الفراق منلي شافوا بنتي زاد بكاهم وزادوا تقطروا هادي قطعة منهم وشفت في إياد دي كل لحظة بندرك تشكروا على هاد الهدية اللي ما نعرف اشنو ندير في الدنيا ما نقدرش نردها له كانت أحسن وأجمل هدية وكتأملات الفرحة دياني بقيت في سبيطار يومين وجات زارتني مادام هيبة وقلت لها أنا فرحانة بالزاف حي تجيتي عندي وجيتي تشوفي حفيتك وهي تقول الحمد لله على سلامتك بغيتك تهلاي فيها قلت غنت هالله فيها وفي إياد الحمد لله كل شي مشاكي في بغينا إياد ونور الدين تصالحه ونور الدين تسال موضوع وعن قريب غنصالحكم انتي وإياد ونوليه عائلة قالت نور الدين ما نضنش باللي نسى والدي وكان عرفه كتر من أي واحد في الدنيا قلت ليها شنو كتقصدي وهي تقول كان قصد باللي انتيا قمر فتحتي علينا أبواب جهنم كلنا انهار تزوجتي بإياد وانهار لي ما سمعتيش هادرتي تحملي العواقب إيدا قلت ليها مادام هيبة شنو كتعني هاد الهدرة واش نور الدين ممكن يدير شي حاجة ممكن يقادي أخوه قالت ما يمكنش يقادي أخوه خافي من شي حد أخوه ردي بالك البنتك قلت ليها ما فهمتش شكون كتقصدي وهي تقول بس لا ما عليك هاد الساعة مشات وخلاتني حائرة وخايفة ايش ممكن يوقع ايش ممكن يكون الله يا ربي هزيت بنتي عندي من الخوف وكان اقسم بالله إلا حاول شي حدي قادي لبنتي غاني محيه من على وجه الأرض وشكون مكان جا عندي إياد وقال مالك يا حبيبة وما بغيت نقول له والو هاد السراح هو من الول ما كانش فيه وقلت له والو ومشينا لدارنا والرعب في الداخل ديالي ساكن دازوا أيام ووليت فيهم لاباس وكان مشي مرة مرة الخدمة ديالي معتامدة على عبده فيها أنا عطيت أغلب وقتي لبنتي وما كان مشي لخدمة إلا إذا كانوا شي أوراق خاصهم التوقيع ولا شي حاجة وخوفي على بنتي كان هو أكتر حاجة شاغلاني خايفة لا يمشي ويديروا لها شي حاجة خصوصا بعد تلميحات مدام هيبة نور الدين كان كيجي عندنا وذاك شي اللي كان شوف كان مختلف حيث هو كان كيحب بنتي بثاف ومتعلق بيها وكان كيضل العمعها دازوا الأيام وانا هاكاك وموقع والو البنتي وإياد معايا وكيزيد حبوليا دوزنا أيامها بعدنا وكانت لفيها غير راحة البال وأنهم يخليونا أنا وبنتي في التقار وواحد النهار وجدت ظهرالينا أنا وإياد وديت بنتي عند ماما قال لي يا إياد بلي غيتلاقى بخوه نور الدين استغليت الفرصة باش نوجد العشاء والشموع ولبست كسوة زوينة وقصيرة وحمرة وزينت الغرفة وقلست كنت سنها حسيت بالنعاس وما قدرتش نقاومه واتكيت شوية احتاد دانين العاس من لي حليت عيني لقيت راسي في ناموسيتي ولقيت راسي حريانة وعليا إياد وقلت إياد المشاغب جبتيني للناموسية تقلبت عنده وقلت شكون انت كان معايا واحد الراجل ما كان عرفوش قلت له شكون انت وشنو كدير هنا شوية لقيت البوليس داخلين علي الغرفة وكي عاملوني بواحد الحقارة وبغاوا يخرجوني ويدوني لكوميسارية وأنا ما فاهمة وانو من هادش اللي واقع بالي يا إياد في الباب مصطوم وعيني عامرين بالدموع ومزير على ايدين ونور الدين كيواسيه وكيشدو محولت شراتي في داك المنظر والبوليس جاريني لقيت حدايا جلابة وهزيتها وقلت ليهم خليوني نلبس لبستها وخرجوني هزوني في استعفال ومن لي مشيت لكوميسارية قلت ليهم رانيمولات مقاولة كبيرة وما كانت في المجتمع ما تسمحش ندير هادشي وطلبت تفتح تحقيق في هادشي اللي واقع ويعرفوش كون هادا ومنين ندخل وانا فضى الراجلي وكيفاش ما حسديت بوالو من اللي دخل ما عامرونيش مزيان نهائيا وقالوا لي أنتي متهمة بجريمة الخيانة الزوجية وبالفساد وباللي الجيران هما اللي بلغوا بيا هيد ديما مدخلى راجل في شكل الدار غوضت وقلت لي هوم هادشي كله كدوب وانا عامري ما دخلت شراجل تحقيق طوي وما تيقونيش في دكشي اللي قلت كله وقالوا لي يا بلغان تعرض على أندار وكيل المالك هادشي كله ما كانش كيهمني قد ما كان كيهمني إياد واش غاي تيقني من حقي نطلب محامي صونيت المسؤولة شؤون القانونية في المقاولة ديالي اللي هي في نفس الوقت محامية وطلبتها تجي وفعلا ما تعطلاتش جاءت وعوت لها كل شي واعطاتني خبر أسوأ من لو قالت لي بلي تم الحجز على المقاولة ديالي بتهمة اختلاص الأموال وبلي شي مستاندات كتحمل توقيع ديالي هي اللي كتبت الإدانة ديالي أفهمت ما بلي العديان ضربه وعرفه كيفاش يضربه لغد لي بعد ما بتليلة في الحفز دوزوني لوكيل المالك وجاد المحامية ديالي وقالت لي كان عندنا حل واحد وهو أن إيادي جي خرجني وبلي هي مشات عن دور فضي جي كنت عارفة باللي ما غايتيقش بيا الصدمة كانت قوية عليه ولكن غاب اللاتي أنا غنعرف كيفاش نرد لهم صاع صاعين كل شي بوقته اهدرنا أنا والمحامية وقنعات وكيل المالك أني ندير تحليل للكشف عن مادة مخدرة في الدم ديالي استغرقات النتيجة يوم آخر في الحفز وفي هذه المدة ما شفت حد من غير المحامية لا إياد ولا والدية ولا احتعابده اليوم داز علي كأنه ثانا الغد ليه كان موعد الجلسة وبعد الكشف عن التحليل تبين أنني كنت مخدرة وهذا كان دليل برأتي ولكن الراجل اللي لقوه معايا ما تلقوهش خصوصا وأنه قال أنني كنعرفه وأنه مداوم على الحضور عندي للدار احتى أنا ما غنطلقش منه حيث هو اللي غيوصلني اللي دار فييا هادشي وقررت نيابة العامة متابعتي في حالة صراح في قضية الاختلاص مشيت بعد الخروج للدار تلاقيت عمي عبد الحاميد في الدار وقلت له أنا خرجت براءة قال وفاش كيهم تكوني براءة اعطى الله الحيال باش تخرجوا انتو مموالي للبيزنس ما صعيب عليكم وانو والخدمة ديالك شنو درتي فيها حتى هي براءة ولا قلت ليه هادا أكبر دليل أنه شي حد بغيها فيها ضربني في داري وفي خدمتي قال لي صيري في حالك قبر وخلي عليك بولدي في التقار وباركة غادك شي اللي شاف منك باركة عليه أنا حاس بيهو بالألم اللي في قلبه انتو ما قل لكم بحال بحال قل لكم قلت له بغيت بنتي وهو يقول بنتك من الأحسن لي هاد طربة بعيد عليك حيه توليتي موسخة وكل شي كيهدر عليك احنا غنمشيو من هاد الفلاصة غير بسبابك حتى البازار ديالي مبقى حد كيتخليه بسبابك انتي قلت لي أنا غنمشي وغن تبت براتي وغنبينها قدامكم وهو يقول سيري في حالك جيت نخرج وانا نلقى إياد شفت فيهو في شلف فين هي ديك تيقى بالنفس في الهضرة كان دعاف حدا كانت حالتو كتشفي العدو وعينيه عامرين بالدموع قلت إياد جيت نهدر هو يصرفقني بكل ما أتيه من قوة أنا ديك ساعة ما حسيتش بيها وما درت احترد ذات فعل معدور شاف منظر خايب بزاف ديك اللحظة أعرفت باللي وخانبقى النهار كامل كنشرح ليه ما غايتيقنيش اختاريت نسكت ونمشي شعور خايب بزاف أنك تضلم وحتى واحد ما يتيقك مشيت عند والدي للدار وكان نفس الشيء كيتسناني حتى واحد فيهم ما تيقني وسمعت كلمة من بابا اللي خلت كياني كله يتحرك أنا ندمت على النهار اللي ولدتك فيه من اليوم ما بقات عندي بنت اسميتها قمر حتى واحد ما تيقني ومشيت للشاركة نشوف شنو كاين ما خلاونيش ندخل ومشيت عند عبدون عرف شنو كاين قال لي باللي ما عارف حتى حاجة وباللي ما اسبقلوش شاف هاد الملفات وباللي هما كيحملو توقيعي تازو أيام وحكمت المحكمة بإقفال المقاولة يعني انهيار مشروع حياتي كان موقف صعيب بزاف بالنسبالي وكان من طروري نبقى بوحدي باش نعيد حساباتي الراجل اللي حصلوه معايا ما عرفتش كي دار خرج وفي نمشها ما بينليهش القطار دوزت فترة كئيبة وكنت كنفكر في حاجة واحدة هي نتاقم من هادو اللي داروا لي هادشي واحد النهار مشيت باش نشوف بنتي ولكن ملقيت هاش وقال لي يا جدها باللي هي وباباها نتاقلو يعيشو مع مادام هيبة حيات إياد رجعت صالح مع أمو بفضل خوه نور الدين بقيت كنتحك بقيت كنتحك سي نور الدين بدك يشتغل كحمامة السلام نت ومشيت للفيلات يالهم وبطيقة طلبت نطلاقها مادام هيبة دخلاتني وقلست معاها وقلت ليها مبروك عليك والدك رجع لحضنك قالت الله يبارك فيك ليش جاي يا قمر قلت ليها حتى أنا بغيت بنتي ترجع لي وهي تقول بنتك انتي اللي ما حفتيش عليها في حضنك خليها البابا هحزليها قلت انتي أكتر وحدة في الدنيا عارفة باللي أنا مظلومة وباللي ما خنتش إياد ولا نسيتي باللي حتنتي تظلمتي بحالي في صغرك قالت مايهمش نعرف أنا المهم عرف إياد قلت ليها غاي عرف كان وعدك بهات الشي وهي تقول يمكنك تشوفي بنتك ولكن ما غديهاش من هنا هادو أعوامر باباها قلت أعوامر باباها واخا كل شي كيجي بصبر شفت بنتي اللي توحشتها بالسال وما قدرتش على فراقها وفكرت في خطة اللي نوصل بيها المول فعلة من لي جاء إيادو شافية بواحد لاحتقار ما قدرت نخرج حتى كلمة قال شنو جايات ديري هنا قلت له إياد واش طيقتي بأنني ممكن نخونك انت كتبغيني المفروض تكون أول واحد يطيقني وهو يقول لقيتك في الفراش ديالي مع واحد آخر وبغيتيني انطيقك سكتي وما بغيتكش تهضري حيت كتزيدي تدمريني قلت ما تطيقنيش ولكن غنتبت براءتي قدامك وقدام العالم كله قال وانا كانت سندك النهار قلت مزيان دابة بغيت بنتي ناخدها معايا قال مستحيل بنتي غتبقى معايا وانا نقول له هاديك بنتي حتى انا واش تستطيتي تبعدها عليا واش نسيتي باللي ما زالك تردع ومحتاجاني وهو يقول اذا نبقى يجي تردعيها هنا قلت نبقى نجي حتى في نص الليل وهو يقول واخا يمكن ليك تنتاقلي تعيشي هنا ولكن غد في طم البنت تمشي في حالك قلت متافقين مشا وخلاني مزيان دايك الشي اللي قلبت عليه لقيته هادي فرصة لي باش ننفض الخطة تيالي وانتبتل اياد براقتي مشيت هزديت حويجي وجيت وطلقيت بنور الدين في الباب قال اش كت ديري هنا قلت له اعلى ما في اخباركش جيت نسكن معاكم قال واش حماقيتي خرجي من هنا وسيري في حالك وانا نقول له حيض من طريقي وحسابك معايا هو اللخر انا جاي علاق بالبنتي واتفقت مع اياد على هاتشي وإلا غدا ناخد بنتي ونمشي قال هاك كارك ومزيان عندك عاد دخليلي ناشي راجل هنا يا الفيلا قلت له حيض من قدامي واللي يضحك في اللخر هو اللي يضحك اكتر سكنت معاهم وما كان حتى واحد كيحملني انا مع بنتي ولكن عيني على اياد اللي بان اللي يكتحوم عليه هو واحد خيتي بنت عم نور الدين واللي ساكنة معاهم في الفيلا كانت كتتتأفزني وانا ما قادراش نقرب لها كانت كتشعل فيها العافية من اللي كنشوفها معا اسميتها فيردوس وبقيت كنستاغل فرصة نتصاحم مع الختامات بطريقتي كان اللي كتبغي غد دوري معاها باش تجيب لك الأخبار كلها وكيجيبوا لي أخبار نور الدين واحد النهار جات عندي واحدة من الختامات اللي كلفتها تراقب لي نور الدين وقالت بلي سمعتو كيهدر مع واحد في التليفون وكيهدروا عليها وباللي كيوجدوا شي خطة يخرجوني بيها طلبتها تمشي تجيب لي الرقم ديال الشخص اللي اهدر معاه ما كانش صعب عليها تجيبه صدمت من اللي لقيته ديال عبدو ما كانش كانتوقع بللي الكرة غاي خليه يوسخ الصمحة ديالي باش ينتاقم حي ترفضته ايش من كرة هو كان كيقول كان بغيك ومن خلي حتى نسمى اللي تمستك واخا دورك جاي عبدو وبلا شك هو السبب في المشكل ديال الاختلاف اكيد هو حيت اسرار الشركة كلها في ايدو والتوقيعات كنت كنتيق فيه اهتيقة عامية خليت نور الدين والدور جاي عليه مشيت اتصلت بالمحامية وطلبتها تجيب لي خبار على عبدو شنو كيدير وهو فين دابا وافقات وافقات بسرعة حيتي هي ما كانتش كالتحامل هيويا وكانت باغاها فيه دار الدكشي اللي قلت ليها وصونات ليها واعطاتني جميع المعلومات عليه اللي من اللي سمعتها بقيت حال لفمي دار مشروع دياله مشروع ديال بيع السيارات الفارهة باعني وشد التمن وطلاقينا انا وفاتن المحامية وبقينك الفكره طاحت فكرة على فاتن اننا نستأجر شي وحدا اللي مومس وتمشي تحلوان عليه ويصورهم شي واحد ونهدوه بالتصاور وافقت على الفور وفعلا عطيت لها الفلوس اللي تحتاجهم في هاتشي ورجعت للدار وبقى راسي كي حرقني بقوة ما كنفكر بأنني محاطة بالدئاب انا في حرب وخاسني نكون مجدى لها بقيت مع بنتي في البيت وفيه هدوء كي يخبأ بركان حتى نحسات بنتي ونزلت نشمله هو في الجلطة قيت قاسة وكنفكر في هاتشي اللي وصلت ليه؟ احتلقيت اياد راجحه ووهاديك اسميتها فردوس باينة كانوا ظهراني هادي ايش باغا مني؟ كتقال لبعلي شاف فيه ودراسه ما شافيش وبقى كيتعمد يضحك معاها ويهضر بحالي لم تعمدي في قسمي دخلوا وانا شاعلا فيي العافية بقيت شوية وتفكرت عن ذاكي دخلها البيتو مشيت بلا منحس دقيت عليه وفتح لي ودخلت بالزربة كنقلب في الغرفة باش نلقاها ولكن ما كان معاحته واحد نفسته الصعداء وهو مستغرب قال مالكي عليش كتقلبي قلت له ويلو صبع على خير جيت نخرج وهو يوقفني قال يحسابلك بحالك انتي كتدخلي الرجال للدار انا ماشي ممسخ قلت له ياد شوف ليه في عينيه واش عمري كدبت عليك واش عينيه كيكدبه انا عمري ما خنتك وعمري ما غدا نخونك وهو يقول ما بقيتش كنتيق في دوك العينيه بديت كنبكي وقلت له واخا متافقي ما تتيقش بيا ولكن بغيت نعرف علاش خرجتي مع ديك خيتي واش بغيت يدير معها علاقة وهو يقول علاش الله قلت له ما غنسمحش بهاد الشي قال ليه شكون انتي باش تسمحي ولا ما تسمحيش وانا نقول له انا مراتك واش نسيتي ابقى ساكد شحال وهو يقول ليه سيري لبيتك قمر خرجت كنبكي وقلبي شاعلى فيه العافية وقلت في خاطري كان واعد كل واحد كان السبب في هاد الحزن وهاد العداب انه غيشوف مني اللي ما شعفوش رغب ليه اتصلت بيا فاتن وقالت ليه باللي خاص نمشي لعندها ضروري البست حويشي ومشيت وقالت ليه باللي درنا الخطة كي ما تتفقنا ولكن وقعت شي حاجة اللي ما كانتش في الحزبان قلت ليه شنوقع وهي تقول هاكي شوفي هاد التصاور قلت وايلي لقيت في التصاور داك شماتة اللي شدوه في بيتي ولكن ايش كايدير مع عبدو توضحت الصورة مسيان دابا عبدو هو اللي موران اللي جرالي عبدو هو اللي موران اللي جرالي هاد شيء لو ريتو الاياد ممكن يتيقني به قالت فاتم مادام قمر انا موجدى لك مفاجأة احصل من هادي داك خيتي اللي سيفطنا قالت لي يا راه هادك معروف وكيبتز العيانات وكياخد منهم الفلوس كيخدرهم وكيصورهم وبالزيف ديال الضحايا عندو وانا نقوم مزيان غانمشي وعندو نتفاهموا معاه ونهدوه مشينا عندو بعد مساعداتنا ديك البنت باش نلقاه بلاستو بتزيناه بالتصاور اللي عندنا احتقال كل شيء واعتارف بالواقعة كاملة وباللي عبدو هو اللي اعطالو الفلوس باش يدير داك شيء اللي دارو وطبعا الكاميرامين كان حاضر معناه وصور كل شيء بلا ما يعيق لاخر الاعتراف كان صوته صوبة انا عارفة باللي عبدو دارها ولكن متأكدة باللي نور الدين هو اللي اعطاه الفلوس وهو اللي اتتافق معاه بقى لي الدليل على نور الدين خاصني دليل ملموس مشيت عند عبدو بهدوء المحلة تياله ودخلت قلت له تبارك الله عليك دا غيا قدرت توقف على رشليك قال قمر توحشتك بزداد كنت عارف باللي ما تقدريش تستغنائي علي قلت بالصح ما لقيتش خدمة وقلت نجي نخدم معاك قال المحال ديالك يحصل لي يا الشرف وانا نقول له اكيد المحال ديالي حيث انت منين غا تجيب الفلوس باش تدير هاد شي كله الا الا كان اختلاس او لا صارقة او رشوة قال قمر قلت لي من اين لك هذا السعبدوء وهو يقول انا ماشي مقطوع وبرزقي الحمد لله قلت الله من اين تكت عرف الله بالمناسبة كي يسول عليك صاحبك هادك اللي سيفت لي ديك المرة يشوهني عقلتي عليه قال انا ما صيفت حد وما كان عرف حد قلت لي همم بالصح شوف هاد تصاور شنو كيدير عندك هنا كتناقشو الازمة العالمية للسيارات حدر راسو قال قمر وانا نقول له هو اعطى رفعليك بكل شي صوت وصورة واعطانا جميع الادلة اللي كتبت باللي قدمت ليه الفلوس باش يبتزني واصلا صاحبنا معروف ودوصي عند البوليس شنو رأيك نخليه يقول باللي انت هو الشاف ديالو وكونته عصابة الابتزاز والتهديد وغندخل حتى انا في الخط ونرفع قضية رد اعتبار قال لي قمر كانت رجاك انا ما عندي دخل في هاد شي وانا نقول له وش كود قال انتي عارفة شكون انا مستعد ندير اي حاجة ولكن عافعكي الحب سلع قلت لي شارى فيه عبدو ما غنت هاونش فيه كان واعدك هذي غير البتية غتشوف مني انتا والباترون ديالك اللي عمرك ما شفتيه قال قمر وش نسيتي طفولتنا وش حتى حاجة مكتش فعلية علش وليتي هاككا ما كترحميش ولي لقيته قدامك كتنحيه قلت له سوه لراسك خليت ومشيت بلغت بهم البوليس ومشيت لداري انتفرج وطلبت من فاتن تكلف بالباقي بقيت في الدار ومعا بنتي كما العادة وإياد كيدير نفس الشي بشي فقصني أغابل لا تحليك دا بنتا اللي غضيت في قص شوية سمعت شي صداع طليت وانا نسمع الحوار كل شي كان جالس حتى جاول البوليس قال سينور الدين خالتك تجي معنا قال ليه علاج شنو كاين واش عارفين راتكم معا من داوين قال ليه البوليسي عارفين سيدي تفضل معانا عندنا استدعاء ليك للتحقيق معاك في قضية عصابة البتيزاز قال نور الدين هنا عصابة وهو يقول له البوليسي سينور الدين كتعرف هاد السيد اللي في الصورة قال فايت شفتوه مع مرات خوية كانت دخلاته لبيتها وشدوهم البوليس وهو يقول له للأسف هذا رهنصاب كبير كيصور العيالات بعد ما كيخدرهم ومن بعد كيبتزهم وهو اعتارف بكل شي واعتارف حتابي اللي يشد الفلوس باش يشوه مادام قامر وجب دك حتنته في التحقيق السينور الدين دك شعلاش ضروري خستك تجي معانا اياد قال يعني مراتي ما عندها حتى على قابدك الراجل هو يقول له البوليسي لا سيدي هادك غانصاب ديك الهدرة خلاتني نعلي راسي الفوق وهدرت حتى مع الصحافة يكونوا واجدين في الكوميسارية بايش كل شي يعرف بأنني كنت ضحية لعبة خبيتة وسمعتي ترجع لي بقيت في البيت مع بنتي حتى كنسمع الباب تفتح وكان اياد جاي من الهوف وقال قمر بانت البراءة ديالك قلت ليه مزيان وهو يقول كنت عارف باللي ما يمكنش تغضريني كنت حاس قلت ليه لا ما كنتيش عارف وما تيقتينيش عيات وهيت شي عمري غدا نساهلك الوقت اللي كنت محتاجك تتيقني فيه انت كتدبتيني وتخليتي علي قال قمر ديالي راسك في بلاس دي شوفي ما تخليش هادوك اللي بغاوا يفرقونا يفرحوا خاصنا نرجعوا لبعدنا احنا كنبغوا بعدياتنا خلينا نساه واللي فات ونبدأوا من جديد قلت شارفي يا ايات شكيتي في شارفي انا اللي عطيتك حياتي وتخليت على كل شي في الدنيا على ودك انت ولكن انت شنو درتي تاهمتيني وما تيقتينيش مع انني حلفت ليك الف مرة ولا مرة عطيتيني فرصة نشرح ليك سمعتي العدياني انا هنا علق بالبنتي ماشي علق بلك انت خرجتو من بيتي وسديت الباب ضروري تدق شوية من عذاب الضامير ايات حيت اللي عشتو انا حتى واحد ما يتحمله كان بغيك ايه ولكن عزت نفسي ما كتسمح ليش نرجع عندك بسهولة مادام هيبة ما تسرطاتش ليها انني جبتت حتى ولدها ووريتني لوجه الخايب ديالها ولكن علق بالايات ما قدراتش تقرب مني وعلى العموم نور الدين خرج من القادية كما العادة كي دار ليها ما نعرف وحصل فيها غير عابده وكان اشد انتقام هو اللي بده وليت واحد الشخص اللي ما كان عرفش الرحمة مستعدة نقتل اللي قرب مني وبخينا ايام وكل نهار كيحاول اياد يقرب ليها وانا كنفق صوم سيان وفردوس كتغلي قدامي كل ما شافتني خصوصا وانا اياد مبقاش كيديها فيها قاحة هو كان من الول بغي غير يفقسني بها وواحد نهار لقيت الغرفة ديالي عامرة بالورد بقيت كنشوف دك الورد حتى لقيته مورايا وكيبوس في كتفي وقال عجبك الورد قلت ليه اه عجبني بزاف ابداكي عنقني ودرت عنده وخرجته وقلت ليه صافي سيرت نعز في بيتك قال قمر قلت ليه ماشي الورد لي غير عديني وننسى كل شي صباحة على خير وجو عائلتي طلبوا مني اسماحة وسمحت ليهم وحتى عمي ببات اياد حيت كل شي عرف باللي ديكتو هامت لفقات ليه وصافي ماما ما كانتش فرحانة من جهة عبدو حيت كتقول عليه ولدي التاني وحيت تشد في الحبس ابقى في هالحال وبقيت كنفقس في اياد وهو كل نهار في حالة جديدة باش نرجع له وانا كنزيد الفقسه مع انني كنموت عليه نردي نرجع للدار وعينيه عامرين شر كتر من الول ولكن انا مش دراسل اي حاجة وعلى قبل اياد مستعد تندير اي حاجة زدت فردوس حتى هي في الحساب بدايت كتخطط باش تخرجني من هنا ولكن عاما دخلت فيهم الرعب وليت كان باللي هم شو كفح القوم حتى من امهم واحد النهار قال لي يا عاقلي نديرها بفردوس كان اياد حدايا وكايرغب كالعادة كانت جاية وانا ننقذ عليه وعن نقطو بستو هو معرف باش تبلع وهي تصدمات وكانت غدت تردق مشات بزربة لبيتها وطلقت من اياد وقلت له ما زالة ما سمحت ليك غدت وحشتك فرحيت عارف باللي كان بغيت وبغيت غير نفقته حتى لوحد النهار شفت فردوس كتتسحب وغادة لبيت اياد دخلت وانا انتبحها وهو ما كانش تمام لو حزن الحد الحقت عليها وقلت لي ها اش كتديري هنا بدأت كتمتم وهي تقوللي انا كنجي كل الليلة عند اياد بديت كنتحك وقلت واخا بغيت تكدبي مكتعرفيش شوفي ابنتي سيري تلعب مع قرانك وبعد عليك علي الشبوقات حسن ما تجي بها براسك حسيت بها غدت ترتق حيد قلت لي ها ديك الهضرة وهي تضربني بترشا ما حسيتش براسي حتى نقصت عليها وانتفتها ما خليتش فيها غويتها فيق الميتين كل شي جاك يجري يشوف شن واقع اياد هو اللي اعتقها مني خليتها كل هادمايات حتى ولاتك تخاف مني وهربات كل شي بقى حال فمه ابقى اياد كيتدابز معايا وقال لي يا ايش هاد الشي دردي شفت فيه وقلت ليه انت ديالي انا واللي قربات منك غدي نقتلها فهمتي اضحك ديك الساحة وجيت نمشي وهو يشدني من دراعي وقربني ليه وقال كنموت انا على المغيارة الغد لي حليت عيني على اجمل وجه في الدنيا بقينا كنضحكه ولعبه وندنا فضرنا واقترحت عليه نمشي ونتساراو شوية خرجنا بنتنا ومشينا نتساراو دوزنا نهاردوين ومن اللي رجعنا الفيلة لقينا كل شي كيهضر علي وعلى القتلات دلعصة اللي عطيت الفردوس بايش ما تعودش تقرب العمري الغد لي ناضت مادام الهيبة كتعيط الاياد وكتقول له باللي فردوس كتقول باللي هي حاملة منك وهو كينكره كيشوف فيه جا عندي وبدك كيحلف باللي عمره ما قاسها ولا قرب ليها حطيت ايدي على خط دوغل سلو اياد انا كنبغيك وكمتيق في اي حاجة قلتيها انت انا متيقاك عمري فرح بالزاب وبقى كيعنقني وكيطلم مني استماحة حيث النهار اللول هو ما تيقنيش وانا دهبا تيقتو وكان ضروري انو اقف فردوس عند حدها كان الحل هو اناني نقلب على شي تغرى في حياتها واللفت البتيزاز حتى انا تعلمتو ادويت مع الخدامات بعد ما دورت معاهم وجابوا لي دوسي ديالها كامل بالديتاي قالوا لياب اللي كانت مصاحبة مع واحد خينة اللي كان كيستاغلها وكياخد منها زبالة لفلوس وكانت كتبغيه ولكن هو لا وباللي حملت منه طيحاته وهنا مربط الفرس طلبت منهم يقلبولي في الغرفة ديالها لأي دليل ابغيت نوصل للمساحة اللي دارت في هالإجهاد وفعلا مشاوكي قلبو احتلقاو الاسم وجابوه لي وانا بدوري مشيت لديك المساحة وجبت منها الدوتي كامل بالفلوس كل شي ساهل خاص غا تكون دكي ودابا جا تدور ديالها هي مشيت عندها ودخلت وقلت مبروك عليك الحملاء دارتي قالت الله يبارك فيك وانا ماشي دارتك حيت غنقولو يطلقك قلت ليها عرفت يا فردوس انتي كان خاصتك تدخلي لشي كل يدي للغباء حيت انتي أغبة وحدة شفتها على وجه الأرض وهي دقول وعلاش حيت غنطي لك الراجل قلت برافو ابدا شوي يد الغباء كيخدم وهي دقول آه غايخدم حيت مرات عميغة تبزز على أي يدي تزوجني حيت بابا إلي عرف قضية الحمل ما غي عجبو حال وغي نوض الصداع ومرات عمي ما تبغيش هاد الشي قلت ليها آيه عندك الحق باباك هي لساق الخبار غدي تعصب خصوصا إلي عرف باللي انتي درتيله الإجهاد قالت إيش هاد؟ وانا نقول آه ما قلت لكش باللي انتي غبية جاي يحتال عندي وبغدت حد دايني وانتي يدوصيك بحال الزفت قالت شكون لي قاليك هاد الهضرة؟ بابا ما غايتيقش وحدة بحالك قلت ليها لا ما غايتيقنيش ولكن غايتيق هاد الملف هاد الملف فيه كل شي من نهار حملتي حتى للنهار اللي درتي فيه الإجهاد بالساعة وبالدقيقة قالت فين لقيته؟ وانا نقول ماشي مهم وهي تقول شنو بغيتي مقابل تسكتي؟ قلت ليها بغيتك تمشي من هنا وتقولي ليهم ما كيلحمل ولا هم يحسنون قالت ولكن غنبان كدابة وقاطعتها وقالت ليها أحسن ما تموت في إيد باباك بسبب هاد الملف بقعت مصدومة من دكشي اللي قلت ليها باش تحرم اللعن على اللي كبر منها جمعات حويشها وعتارفات باللي بغا تغدر المشاكل بيني وبين إياني حيت ضربتها ومشيت من الفيلة بصفة نهائية وارتاحت حيت تخلصت منها وبعد دكشي اللي وقع ولا كل شي كيهضر عليها وكل شي كيخاف مني وحتى وحدة من ابنات العائلة ديالهم ما كيقربوا ليه حيت كيخافوا مني أحسن حاجة هي هادي باش حتى وحد ما يفكر الطاول عليك وليت وحتى قلبها قاسي حيت عيشة مع الدياب وخاصني نكون بحالهم باش حتى وحد ما يكن مني نور الدين قحال فيها ولكن أنا كنت فداه وكنحاول نوطد العلاقة ديالي بإياد كتر باش ما نخليش شي حاجة تفرقنا وما كرحتش نمشي من ديك الفيلة كان تفكيري أدكى من ديالهم بحيث تصاحبت مع الخدامات وكنت هلا فيهم وحتى العساسة والجارديني وهاد شي كان مصدر قوتي اللي معارفها حتى شي واحد ولا عاقبها شي واحد وفي وسط هاد شي كله كان الجارديني يا راجل شارف وكيتحرك بصعوبة وكان كيبقى فيها واحد النهار خرجت نشملهوا وانا يبالي يا كيكح وشاد على صدره بقى فيه ومشيت نعاومه وصونيت للطبيب وجدغيه وفحصه مشيت جبت له الدواء وقلت له يرتاح واحد يومي وجبت واحد يرون بلاسي كنت كان طل عليه وكيعجبه الحال حتى الواحد النهار اجبد معايا موضوع مهم وقال انتي يا بنتي قلبك طيب ولكن محاوطه بالوحوش نفس السيناريو كيتكرر قدامي ما غايعطوكش بالتزاع للأسف وما زال غدا تتعدبيه في حياتك اما غا تستسلمي واما غا تبقيك تحاربي طول حياتك قلت ليه اين السيناريو عملي وهو يقول قصتك بحالها بحال هبة كانت شابة زوينة وقلبها بيد وانا كنت خدام من زمان عن دباها المرحوم وكنت كنشوفها ملاك قدام عينية يعني انت عارف قصتها كلها وهو يقول كلها كنت ديما بجنبها ولكن وانا مرة قدرت نهضر وندفع عليها من نهار الزوجات عبد الحاميد حتى لليوم وانا عارف مزيان ان قلبها كيتعدب وخكت بان قوية ولكن قلبها انا اللي عارفه ولات قاسية والحب اللي في قلبها ما زال بحال النهار اللوي قلت وكيفاش حتى تفارقات هي وعمي عبد الحاميد قال كانوا مزوجين وعايشين هانين مع ان اباها ما كانش موافق على زواجهم حتى الوحد النهار اللي جا فيه الاب دي المردين ابقاوا كيهضروا معرفتش اش كي يقولوا من بعد هي بجد دور عائلتها وبقات مع ماماها جاب اباها وقال الخدامة سيري عايطي عليها وقولي لها باللي عبد الحاميد كيتسناها في غرفة المكتب مشات كتجري ودخلات للغرفة ولكن عبد الحاميد ما كانش تمه كان تم الاب دي المردين اللي كان كيحاول يتقرم منها المشهد كان قدام عيني من اللي جا عبد الحاميد يسول عليها وقال ليه باباها كل برود راها في غرفة المكتب سير عندها مش عبد الحاميد والقمرات في وضعية خايبة وما كانش يمكن يصدقها باللي ما كتخونوش وطلقها مع انها حاولات بكل الطرق تثبت ليه باللي ما خاندوش ولكن هو ما تيقهاش وبقاب باها كيطلب منها تزوج بالراجل اللي بغاه ليها بايش تحميه ويقدر يحصل على التروة ديالاب نوردين وللأسف وافقات لحقهاش تقهرات وعيات وياريتها موافقات حيث أكدات الشكوك ديال عبد الحاميد وبعدها قلت وبعدها عرفتش نوقع ولكن علاش ما حاولتيش تهدر وتعاود لعم عبد الحاميد الحقيقة قال ما عاودش ليه حيث كنت خايفة بنتي أنا ماشي قد هاد الناس وما نقدرش عليهم وانتي شايفة شنو كيديرو معاك قلت فهمت المهم دابا هو تبرى وانا غادي نكون حماية ليك ما تخافش تهلف راسك واشرب دواك نتمن عنده وانا كنفكر يعني حتى مدام هيبا لقيت الدليل دباراتها بعد قاعد السنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر